طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيك جوتريس السودان بإجراء تحقيق شامل حول مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدها السودان بسبب الأوضاع الاختصادية وذلك بعدما أقرت الحكومة السودانية بمقتل تسعة عشر شخصا خلال المظاهرات بينهم شرطيان وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن جوتريس يناشد جميع الأطراف في السودان التزام الهدوء وضبط النفس مطالبا السلطات السودانية بإجراء تحقيق شامل في الوفيات والعنف وأفاد البيان بأن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع بقلق التطورات في السودان بما في ذلك العنف والوفيات المبلغ عنها وضف البيان أن جوتريس يقدم تعازيه إلى جميع من فقدوا ذويهم في العنف مؤكدا ضرورة حماية حرية التعبير والتجمع السلمي